السلام و شراكم شوالله كامل تكونوا بخير وبصحة جيدة و مرحبا بكم معايا في فيديو جديد اليوم ما حبيت نقتلح عليكم لاموس تعالى فخاز شكون فينا لي ما يحبش لاموس فخاز سخته سخته في رمضان ولكن كونوا صايمين انا لاني صايمة وتشهيتها و لاني شريتها و ما عجبتنيش ماشي بنينة قولت نديرها وحدي ونشاركها معاكم وموس من اروع ما يكون شوفوا كيف الشداروحها بدون جيلاتين بدون شوكولاتة بيضاء بدون بودرة الشانتي رح نعطيكم احسن وصفة تعالى موس يعني لابس تعالى موس هذه هي نصلوا ونسلموا على الحبيب مصطفى علي افضل الصلاة والسلام اللهم صلي وسلموا بارك على سيدنا محمد وقالي وصحبه اجمعين كي ماشي توني شريت هذيك الباطة الصغيرة تعالى في خلص فيها رطل ديكوريت بيها ودرت بيها وكلو منها بدراري وبقات يعني ما تسحقوش كمية كبيرة تعالى فريزة خديت منها 300 جرام 300 جرام فريزة ميكسيتها هنايا بالبراميكسر مع 120 جرام تعالى سكر يعني كاس غربة الكاس سعير في 200 ميلي لتر يعني نقص منه شوية بالميزان 120 جرام نحكم هذيك الفريزة اللي رحيتها مع السكر ما تضيف لها حتى قطرة تعمة ولا حتى اضافة واحد وخلا درتها في كاسر لنا نحطها فوق النار على نار قليلة نخليها حتى تغلي غير تغلي بركها كدين تنحيوها متخليوهاش طيب بزاف لماذا قدرت هذه الخطوه هذي باش الفريزة تاعي ما تقلصليش في العموس باش العموس تاعي تكون مدة صالحية تحت طويلة بس كما تعرفوا رفخيز بالخفط تقلص نخليها بجهة تبرد شوية ونروحو نحضروا الكخيم تعالى العموس اللي نطيبوها عندي زود صافر بيت وعندي زوج مغارف كبار تعالى سكر وزن 60 جرام المغارف الوحدة 2030 جرام وعندي هنا يعني اقل شوية من نص كس حليب 80 ميليلتر هكا كان الكسعي هدا يرفض مئتين ميليلتر المهم ملاستو شوية ولا نقصو شوية الحليب ما يشح تفسد لكم الوصفة وميمة تكتروش بزاف باش مجيش لعموستعكم جارية اتقيدوا بركب المقادر نحط الحليب بتاعي يسخن بصاحبالك و تخلي واحدة يغلي يسخن لازم يسخن شوية نخليه يسخن على نار قليلة ونحكم هدك اللي بيض معادك سكر نخلطا مها كغال شوية بالفوي حتي بيض الخالط خلطوهم بيديكم ما تستعملوش الباطر يعني دير صافر فقط يعني صافر بيضاتين مع هزوج مغارف كبار تع سكر كل مغارف توزن 30 غرام معن تاني ديرت 60 غرام تع سكر نخلط هكا غير شوية 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 شتوني ما زربت الفيديو ما والو هنا لا ورأيت لكم بلي الحليب سخن حيته وحطيته دوكوتي بس كله كان يسخن بزاف الحليب وش حيصر هدك جندف رايح كنخلط الحليب مع الابا غاية هادية ورايحي هادك الصافر البيضة ورايحي تكتل ويولي لي هكا حوبيبات ما متصفيوه ما وش رايحي تصفا ولا مستعكم ما تجيش ليس فهمتو دونك الحليب ما لازمش يكون يغلي وهي سخن باكي سخن ماشي لازم يغلي هادا ما كان نعم ما مكو فهمتوني بعد ما خلط هدك صافر البيض مع السكر شوفوا بياض شوية شوية نبدأ نضيف عليه في الحليب هكا تدريجيا الحليب شوية سخون زيادة ولي عندها الترموماتر تكييل على اربعين خمسة واربعين ما تلاحقوش خمسين دارات المهم ان ما كيلت لاب ترموماتر اللاوالو نخلط مليح البيض مع الحليب وما كله ترجعها فوق النار هادك يعني هاديك سخانتها الحليب رايحي تطيب لي هادك البيض بلا ما يشكل لي هادوك الحبيبات يقعد القوام بتاعو ليس بس الكريمة هادي هي الصح كي تكون هادي الكريمة ليس رايحة للمستعي تجي ليس هادك الفريزالي طيب تاخليتها بجيه تبرد شوية ونروح نجيب هنايا 300 ميليليتر تاع كريمة سائلة نطلحها بالباطل ما تطلعواش بالزافحة تتولي كيما لا شنتي حاك ما رحا تطلعوها شوية فاقت دوك نوري لكم هنايا اني ما زربتش الفيديو باش تفهموا مليح وصفة سهلة وباسيطة وبيدون تعقيدات واي وحدة عمل عاما دخلك الكوزينة ولا دار تحيالو كنحب حلوة الطابع رايحة تديرها وتنجح فيها وتجيها كيما تعلموا احترفين وصو يعني ولي يخدموا المشاريع المبتادئات لأصحاب المشاريع ننصحكم بهاد الوصفة من اروع الوصفات بزاف بنينة وما تقهمش ويعني قليل يخدمها بلافغيغو ستحها العموس نخلط 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 تقدروا تخلطوها غرب الفوية ما كان لها كامل تستعمل الباطر الاككام ليكيد هادي انا استعملت على بليح تسقسوني بطوش تاع القرعة هاديك بطوش هاديك القرعة تاع اللي فيها 400 ميليليتر خديت من هات 300 نحط شوية هاديك الاككام ليكيد هاكا تغيسي بيون واني رايحان نخلط فيها لاككام تعلاموس لطيبتها تدريجي مش لو ما لازمش تكون سخونة لازم تكون بردت شوية بعد ما كملتها خلطها لدفوعات نزيد نخلط هاديك الفريزة وكيف كيف اني نخلط غير بالعقل ما حبيتش نزرب لكم الفيديو باش تشوفوا باللي راني نخلط هاك ده غير بالعقل باش جيني لاموس كامل خلط هنا هذيك لافخش كامل ونبدأ نضيف لك خامليك التاعي على دفوعات ندخلها غير بالعقل وتشوفوا هنا يا معلول كيفاش كانت هذيك لا مو السيلة كانت جارية دو كنكمل كامل الكميات على لك خامفخش رايحين يعني تحسوا بالفرق تتقال ديجا هنا عني نخلط واني نحس بيها بدت تتقال هنا زربت باكل فيديو سينان يعني نخلط غير بالعقل انتو ما متخلطوش يعني كيفاش قولو بسرعة هكدايا وقعدوا تخلطو فيها وقعدوا تخلطو من الفوق للتحت هكدايا وتقلبو واتدخلو فيها باش ما تخرجوش واتدخلو فيها ديك لحك خامليكت باش ما تخرجوش لهوا هادا مكان باش جيلها مو ساعكم هكدايا مهوية وتجي خفيفة هنا حسيت اللون تحها شوية بدايو اللي يفاتح كأضافة فقدرت لها شوية من عطر الفارولة اللي يتعمروا في هدوك لدوزات ما تكتروش بزاف ولا باش دي لكل اختحها هكدا شابا ولا تقدروا تديرو مولوين غدائي ولا تقدروا تخليوها يعني على لكل اختحها ناط شغل عندي هنه شوية معجون خدمتو في الدار ولا تحبو تشريو هاداك تعال لي تباع كي ما حبيتو انا معجون هاداك انا عندي دي شعط على الفخاز وبعد ما طاب رحيتو ميكسيتو واللي تستعملتو درتو كطبقة اولى درت كمية صغيرة فقط ولا تقدروا تستغنو كامل عليه ديرو لاموستاعكم ديراكتو مولوين هكا كي ما تقدروا تقطعو شوية لافخاز هكا دي بتي مخصو وديروها ملتحت تخلطوها مع السكر ودخلوها تطلق المتحة وديروها كطبقة اولى ونبدأ نعمل هكذا يا فلا مستاعي انا نعملت غير بلالوش يعني تتحكموا فيها كي ما تحبو هجبوني بزاف هاد ليفغين جايين ماشي كبار كبار وماشي صغار وشابين ومتحوفين انا كتحبا نشري هكا ليفغين شابين هكذا تزجاج مي ملقيتش حاجة شابا ما حوست هكذا يا ونحوستانا يا ما صبتش اوليت كان يا هادوك الكبار يا ديفغينها كيكونوا بزاف كبار تعليدي ساغيتو هادوك ما يساعدوش اللي يموس يعني لاموس تكون في حاجة صغيرة ومالاحسن هكذا لاموس تكل وحدها ما تديروش معا هاني بيسكوين حتى حاجة سيجوستها بفخوي هكذا ملتحت هادا ما كان كي ما تقدروه يعني اللي حبو يديرو اللي بدواغ مشو مخين ولا هكذا يا كطبقة فالوس تاني تقدروه اضافة هادو كامل يقول لي وليكم يعني كل واحدة تدير على حساب لوغو تحا افو على انا خليتها بردت لازم تبرد ملح في الفريجيلة لبش تحكموا روحها انا هي خليتها انا يزو السوايا انا وما مدخلي واحد تلا ربع سوايا مي راح يحكموا روحها شوفوا مي ما زالت ما بردتش يعني فغيما ملح اا كان عليها لنكمل يعني المونتاج تعلها فيديو سي بوغ سا قد نكملها خديت حبات تعفارة ولا تعفريزة يكونوا متوسطين تقريبا نفس الحج مخسلتهم ما نحيت لهمش الاوراق وقسمت الحبه على زوج بالعاني خليت الاوراق هكذا بالشي كاسي ولي شوية لي كوله ودرت التزيين يعني درت شوية بلشانتيه وشوية بالمعجون تعالى في خاز من الفوق هاداك اللي يتبع لابات فخوي انا نوعت لكم في التزيين عطيتكم اقتراحات وكل واحدة دير لي ناسبها ولا تزيين كيما رح يحبوا ولا تقدروا ما متخليهم هكاك سامبل يجوا بزاف شابين ولا درتوا هكا ملفوق على لي فخوي ما تنساوش ديروا لهم سحا خفيفا هكذا ببنس ويكون صغير بالنبس ويكون صغير تبريه عندها عرضها في رمضان ولا اللي يرا هي رايحة ديفها عرضوها اللي فطور تحب تدير حاجة بالطبع هكا وتديها في دا تحمل الوتش ولا غير خير من اللي تشيروهم تعبرها حاجة نقية درتوها في الدار بدون اضافات وبالسف بنينا يعني حاجة تحمل الوتش شوفوا بالسف شابين اللي فيغين ولا اللي عندها اللي جايبين لهم المهايب تقدروا ما مديروهم يعني العذاي وتخليهم يبادروا وتقدموهم بردين ان شاء الله هنحنشارك معكم عدة وصفات تحليات معليكم انتو ما غير تشجعونا وتدعمونا بجامو باختاج للفيديو ونقول لكم تبقاوا على خير ونتلاقاوا في وصفات اخرى ان شاء الله اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين ولي راهم صايمين هاد اليامات نقول لكم صحف طركم وشاهدكم في الجنة ان شاء الله وفي الاخير اني ندقلكم فيها هنا يا بشتوفوا لموسكي فشرا هي حكما روحا ولي حبوا يديروها كأنتخومي هاد نفس الوصفات ديرو في هاز الجورقة جيلاتين هادا ما كان ولا تقدرو وديرو مام شوكولاتة بيضاء تقدرو ديرو معها مام واحدة صنغرة معاكاك نفس الوصفات شوكولاتة بيضاء جي ايجيل انتخامي تاعكم بزاف هايل شوفوا كيفاش الاموس هنا يا ولي تلكم القاوم بتاحا وهادي كانت وصفتنا لنا على اليوم معليا غير نقول لكم تبقاوا على خير ونتلاقاوا في وصفات اشتاد السلام